اشتركوا في القناة 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 لعبة أسطورية هكذا يعني تقوم بسح يعني للمكان الذي تفض المكان أو المساحة الفارغة الذي تراها في وجه اللاعب لكي تقوم بعمل المراوغة بنجاح فخلالي كما تعمل أصدقائي هكذا الجهة الفارغة تقوم بعمل المراوغة أصدقائي نعيدها من جديد بلاعب أخر لذا كنتم تشريدون أفضل القرى من هذه من الفريق كما تعمل أصدقائي خطوة الروندينيو كما ترون بابي نرجع الكرة الآن يلزبون أن أعمل هذه الخطوة أو هذه المهارات يعني بدون الفريق الآخر لكي نريكم الطريقة أصدقائي كما تعمل بابي بابي بدوري يجيدها كما ترون مراوغة سريعة مراوغة أسطورية هكذا كما تعمل أصدقائي يعني هكذا أصدقائي المراوغات كما قلت لكم تضغط على الزر لا تخليك ضغط على الزر الرداش كثيرا لأنه يكون ضغط على الزر الرداش كثيرا فلا تنجح تضغط على الزر الرداش وتسحب تقوم بعمل المراوغة أكذا ضغطة واحدة ضغطة واحدة ضغطة واحدة هكذا فارحين واحدة لإجلي الاصدقائي كما تعني اللاعب يدفع القرى ويتشفى للامام لكي تقدم بسرعة وتجاوز اللاعبين المدافعين هكذا اخواني الغالين كما قلت لكم المراوغات سهلة زر الداش وزر الجويس سيكس أسحبه إلى الأمام أو الفوق أصدقائي والآن سنتحدث على طريقة الثنائية كما تعلم كميش سيد أبي يا شباب إلى الوجوم لكي يسجل هكذا ويسجل هذه المهارة مستورية يا شباب تخدع بها اللاعب ونشألة للغاية كما تعلم بابا ناسي بطبيق الطريقة كما تعلم بابا ماذا عليك الآن فيه نفس الشيء أبقى سنحتاج إلى الزر وجوست فيه ولكن سنحتاج إلى الزر الباص الزر التجمريل العادية وليس أي زر أخر هكذا تقوم بسحب الجويستيك وتضغط على زر الباص باص ضغطة واحدة للشباب والسحب سحب واحدة هكذا هكذا سنطلع الملعب كامل هكذا هكذا السحب واحدة وضغطة واحدة في كلها الزرين زر الباص وزر الجويستيك هكذا وتسحب يدك منهما تعطي تقوم بتنفيذ هكذا وترك اليدين هكذا ترك اليدين من من لوحة تسلح لكم هكذا أصدقائي كنت اكتري للغاية لي وجود لأي صعوبة لأصل طايلة وبحنات والآن سنريكم طريقة تعمل معارض المسكك أو يعني تقوم بخدع الخصن بأنك ستسدد وأنت لا تسدد أصدقائي كما تران تكون شاري هكذا تضغط على زر زر كما تران رونالديني ماذا يفعل من الزر الجويستيك و الزر الشوت يعني اللي يجب عليك الصديق الغالي تكون صاحب زر الجويستيك وتسدد أو شاب الزر القاوية لأنك ستنتاج فقط ضغط على زر الزر الشوت والجويستيك في دفعة واحد يعني يجب عليك تبدأ تضغط عليهم هكذا أصدقائي نحن نسوريكم طريقة كما تران هكذا هكذا تكون تريد كما ترى تهديد الخصم على أنك ستسدد في مكان معين وأنت لا تسدد فتختار تلك المساحة الفرقة الذي يترك لك المدافع أو لعب الوسط واللي كي تقوم بخدع هكذا هكذا كما ترى تحديد زر الشوت وزر الجويستيك تسحبه لمكان معين أما إذا كنت أريد أخي الغالي إيقاف الكورة كيف ستوقف الكورة أنا مثلا جاربك حاليا أريد إيقاف الكورة تضغط هكذا كما ترى تقوم بعمل هكذا 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 هكذا